هناك تصعيد واضح لاستهداف الملاحة الدولية وهناك صمت دولي غريب نحن لاحظنا اليوم كماذاك على أنه بدأت ميليشيات إيران تكثف من رسال الطيران المسير إلى المناطق المحادة للبحر الأحمر مثل الخوخة وحيس وتمكنت القوات المشاركة من إحباط عملية إرهابية كانت قبل يومين كل ذلك يندرج من غلال التوجهات الإيرانية والضغط الإيراني الذي يحدث له من الشارع الإيراني في تغيير النظام فكلما ضغط الشارع الإيراني على النظام بضرورة تغيير النظام السياسي تقوم إيران بالضغط على توجيه ذراعها في صنعها الميليشيات الحوثي لعمال إرهابية في البحر الأحمر فربما نشاهد خلال الفترة القادمة عمليات فعلية في البحر الأحمر ولكن لا حد الآن ربما أن المجتمع الدولي يسير ببطء هو يريد أن ينهي هذه المشكلة ولكن هناك خطوات ربما ومناورات تتم في البحر الأحمر ولكنها تسير ببطء لحسابات سياسية وإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية بالذات طيب ما هو الحل أستاذ نزار يعني؟ كيف بالإمكان إيقاف تلك الجرائم الإرهابية بحق الموانئ النفطية بحق الملاحة الدولية؟ الخطر على الملاحة الدولية لن يكون على اليمن فقط بشكل مباشر ولكن بشكل مباشر وأدقه على العالم أجمع وخصوصا دول الخليج المستفيدة الأول من طرق الملاحة وعلى دول الخليج وبالذات وتعتبر المملكة العربية السعودية هي في المقدمة والأشقة كذلك في الإمارات أن يكون لهم دور أعلى وأكبر في ردع ميليشيات الحوثي لأنها ستظل الخنجر في الخاسرة الخليجية والعربية والنظام الإيراني في طهران لا زال قائم ولا حل أمام المجتمع الشعب العربي والعالم غير تخليص البلاد والبلاحة الدولية من إصابة الحوثي